ترأس صباح اليوم وزير العدلي جميع عربي مناسبة توزيع شهادات البراءة لعدد من السجناء الذين أطلق صراحهم من سجن أم سنينة تقرير ياسر محمد أحمد زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة لسجن أم سنينة في الثامن عشر من شهر نوفمبر الماضي والتي أعطت النور لبعض السجناء شرعت وزارة العدل في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الرامية إلى تدريب النزلاء وإطلاق صراح أصحاب القضايا الغير جنائية تأتي هذه المناسبة لتوزيع شهادات إطلاق صراح للمساجين البالق أددهم 105 سجينا 59 منهم أطفالا و13 نساء مرضئات و33 فوق سن السامن عشر هذا وقد عبر بعض السجناء أن شكرهم لرئيس الجمهورية الذي أمر بإصدار العفو عنهم متمنيين له دوام الصحة والعافية أما وزير العدل حامل أخطام المكلف بهقوق الإنسان جمعة عربي طلب من المعفيين بالكف عن ارتكاب الجرائم والابتعاد عن كل أمل يؤدي إلى ذجهم في السجون وفي نهاية المناسبة قام وزير الأدل برفقة مدائي الجمهورية والمدائي العام وبعض من المسؤولين إضافة إلى ممثلي المنظمات الغير هكومية بزيارة تفقدية لمركز تدريب السجناء بحضور أهالي المحتفى بهم فقط رأس صباح اليوم وزير التعليم العلي بيوم أدريان مالو حفل تخريج الدفع الأولى لقسم جيولوجيا المياه والبالق عددهم عشر طالبا نالو درجة الماجستيرا وسط حضور عدد من الأهالي والأصدقاء وذوي المعارف والوصائل أقسام المختلفة جاء الاحتفال الرسمي لتخريج الدفعة الأولى لطلاب جامعة جمينة الحاصلين على درجة الماجستير في جيولوجيا المياه والبالغ عددهم عشر طالبا استهلة للمناسبة بكلمة الخريجين والتي قدموا من خلالها جزيل الشكر والعرفان إلى الأساتذة الأجلاء الذين بذلوا قصار جهدهم في تعليمهم وكل من وقف معهم خلال المسيرة التعليمية كما سرد الدكتور موسى حسن مسؤول القسم ما قام به مكتب التعاون السويسري بشاد من جهود جبارة في سبيل تأهيل وتكوين هؤلاء الخريجين أما من جانبه وزير البيئة والمياه والصيد صديق عبدالكريم حقار هنأ الخريجين بهذا الإنجاز العظيم ولم ينسى الأساتذة على جهودهم المقدرة التي بذلوها في سبيل تعليم هؤلاء الخريجين وأضاف بأن هؤلاء الخريجون لا شك أنهم سيسهمون في حل المشاكل المائية التي تعاني منها بعض المناطق بالبلاد راعي الحفل وزير التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور أدريم مالو أشاد بدور القائمين بالعملية التعليمية وكذل مانحين لدعم هذا القطاع وأكد بأن هؤلاء الحاصلون على شهادة الماجستير لا شك فيه أنهم سيساعدون بخبراتهم في عملية الكشف عن الموارد المائية الجوفية مشيرا بأن هناك بعض الأقاليم بالبلاد تعاني من شح المياه وأخرى مياهها ملوثة تحتاج إلى تضافر الجهود من أجل تنقيتها وفي نهاية الحفل تم توزيع الشهادات للخريجين تأتي هذه المناسبة للتسليم الرسمي للأراضي الزراعية للنساء الريفيات بإقليم مندول وذلك من أجل تشجيع النساء المزارئات وحسهن على المساهمة في القضاء على المجاعة وتوفير الأمن الغذائي ويدخل ذلك في إطار الحملة التي أطلقتها الحكومة تحت موضوع شاد من دون مجاعة مع النساء الريفيات وقد أبان في مداخلته حاكم إقليم مندول إيثا الجدي أن أهمية المبادرة التي وصفها بخير دليل على نوايا الحكومة الصادقة لترجمت البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية إدريس دي بإتنو على أرض الواقع وتنمية العالم الريفي أبرى تحديث القطاع الزراعي وعيطاء المرأة مكانتها أما وزيرة المرأة وحماية الطفل والتضامن الاجتماعي أمين كوجيانا قالت إن النساء الريفيات في شات يمتلقن مكانة زو أهمية نتيجة للمواهب الفئالة التي يتمتعن بها خاصة في مجال الزراع والري وأكدت بأن الأراضي التي وزعت لهن هي تشجيعا لهن وحسهن على مواصلة جهودهن للمساهمة في التنمية المحلية وتحسين الإنتاج الزراعي على المستوى المحلي هذا وفي نهاية المناسبة قامت الوزير أمين كوجيانا برفقة حاكم الإقليم إيس الجدي بزيارة ميدانية إلى الأراضي الزراعية التي وزعت للنساء الريفيات أطلق صباح اليوم الأمين العام لوزارة المرأة عبد الكريم باطل توقري أعمال الدورة التدريبية لصالح النساء والشباب التي نظمتها بيت المرأة بتنصيق مع وزارة المرأة تقرير عيشة أحمد دوقي الفانوس السحري الجديد الذي تريد أن تضعه إدارة بيت المرأة في أيدي النساء لا مراد له بل تحزو حزوه فكرة التأهيل والتدريب التي تتجسد في هذه الدورة التدريبية لفنون الخياطة والحدادة والتعرف إلى فنيات وأجزاء الحاسوب المنسقة العامة ببيت المرأة في بداية المناسبة قدمت كلمة رحبت فيها بالحضور مشيرة بأن بيت المرأة يشهد تنظيم العديد من الأنشطة التي تسهم في رقي المرأة وتبادل الأفكار فيما بينهم فيما تحدثت المسؤولة النائبة عن التدريب دينيلوجي بأن هذه الدورة جاءت بغرض دعم الشباب ورفق قدراتهم في مجال إعداد المشاريع الصغرى مما يساعد في تحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية العمين العام لوزارة المرأة والأسرة والتضامن الوطني عبدالكريم باطل تقوي ممثلا للوزيرة وصف هذه الدورة بالمهمة وذلك نظرا لتأهيل النساء لسوق العمل نظر الله لازم ننتم تدريب ويفكوا في كل تلك الدولة يفكوا الشركة هنا سخيار انتريبريز مشي البتيت الموينة انتريبريز الورشة التدريبية هذه ستعمل على وضع العديد من الخبرات والمهارات في عيد النساء المشاركات التي سيربحنا من مارد فكرة التأهيل والتدريب لمدة ثلاثة أسابيع على التوالي وافتتح صباح اليوم بمركز الدراسات من أجل التدريب والتنمية عمال الورشة التوعوية حول جودة المنتجات الغزائية والتي نظمتها وزارة المناجم والتنمية الصناعية تقرير مونا حسن سكايا يجيء هذه الورشة العملية والتوعوية حول جودة المنتجات الغزائية والمنتجات المعلبة التي نظمتها وزارة المناجم والتنمية الصناعية وتطوير الخطاء الخاص بشراكة مع برنامج البنية التحتية لجودة في أوساط إفريقيا بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة ويعتبر هذا الموضوع أكثر أهمية لأنه يتناول عددا من القضايا حول المعلبات المنتحية الصلاحية وقزى الحد من المخاطر التي تسببه المستحلكة وتهدف هذه الورشة إلى رفع وتأهيل مستوى الوعي بين المشاركين فيما يتعلق بجودة المواد المنتجة أما الأمين العام بوزارة المناجم والتنمية الصناعية وتطوير القطاع الخاص طاهر مرنو آدم قال بأنهم سيناخشون خلال يومين العوامل التي تسهم في المخاطر التي تشكلها ظروف الغزاء والنقل والتخزين وتدابير التي يجب اتقاذها للحد من هذه المخاطر وللتزكير فإن مثل هذه الورش ستسهم في تعزيز المنتجات المحلية ذات الجودة العالية التي يمكن أن تحلى محل المنتجات المستوردة من الخارج نظمت صباح اليوم وزارة البيئة والمياه بالتعاونين منظمة اليونسيف ورشة تدريبية لصالح عمال وزارة البيئة ترأس المناسبة الأمين العام لوزارة البيئة زدين الأمين نصر إن وزارة البيئة والمياه والصيد عبر شركائها الدوليين والمحليين تسعى من خلال الورش وحملات التوعية التي تقوم بها إلى خلق بيئة صحية صالحة للسكن وعلى غرار باقي الورش وحملات التوعية التي نظمت بهذا الصدد أطلقت أعمال هذه الورشة لتدريب العمال لتوعية السكان حول مسائل مياه الصرف الصحي ومدى الضرر الذي تلحقه بالمواطنين ممثلة منظمة اليونسيف بيشات قالت إن هذه الورشة تضع دراسة جادة حول مسائل الصرف الصحي ونظافة السكان في ظل النمو المتزايد لإعدادهم ونعدام مشاريع النظافة الأمر الذي تسبب في ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض الوبائية المعدية وأضافت أن ثمة استراتيجية المشتركة لليونسيف مع الحكومة تمتد إلى غاية العام 2030 من شأنها دراسة مختلف المشاريع البيئية المتعلقة بالنظافة والصرف الصحي وتوعية السكان بضرورة الحفاظ على البيئة أما الأمين العام لوزارة المياه والبيئة والصيد محمد أليف موسى خلال افتتاحه لأعمال الورشة قال إن الحكومة صادقت على كثير من الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بمجال البيئة وأن خطط هذه الورشة تتواء متمما مع السياسة التي عدتها الوزارة بهذا الخصوص وأن كثيرا من الأمراض المنتشرة اليوم ناجمة بفعل الأوساخ وعوامل بيئية عديدة وأن مثل هذه الورش تعزز من مساعي الجهات العليا في إيجاد خارطة طريق تحد من الأوبئة المنتشرة هذا وأن هذه الورشة ستستمر لمدة ثلاثة أيام يعكف من خلال المشاركين على دراسة مجملا من المسائل البيئية